قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفيدف أن بلاده قد تضم إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا إذا استمرت الدول الغربية في مفاقمة الوضع في جورجيا مدفيدف أضف أن الغرب يحاول خلق بؤر للتوتر قرب حدود روسيا بالحديث عن احتمال انضمام جورجيا إلى حلف الناتو إلى ذلك أحيى الغزو الروسي لأوكرانيا صراعات عدة من حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي من بينها منطقة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في جورجيا فماذا نعرف عنهما؟ أوسيتيا الجنوبية جمهورية انفصالية تقع وسط جورجيا من ناحية الشمال وتتمدد على مساحة 3900 كم خلال الحقبة السوفيتي كانت أوسيتيا الجنوبية تتمتع بحكم ذاتي ضمن جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفيتية لكن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أعلنت المنطقة استقلالها عام 1990 قبل أن تلغي جورجيا الحكم الذاتي وحاولت إعادة ضم المنطقة بالقوة أدى ذلك لاندلاع حربين أولهما عام 1991 والثانية بدأت عام 2004 وتدخلت بها روسيا التي فرضت السيطرة كاملة على الإقليم بحكم الأمر الواقع تقدم موسكو لأوسيتيا جنوبية دعم المدي والعسكري كما وقعت معها اتفاقيات تعاون مشتركة أما أبخازيا فتقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود وتتمدد على مساحة 8600 كم أعلن استقلاله عن جورجيا عام 1991 وهو ما تبعه الصراع الجورجي الأبخازي اقتصاد أبخازيا تكمل بشدة مع روسيا ويستخدم الروبل الروسي كعملة فيما يعتمد على السياحة والفلاحة وإنتاج السجائر ومجال الزراعات الكبرى وإنتاج الغلال وتحافظ روسيا على علاقات سياسية قوية ونفوذ عسكري على حكام أبخازيا كما أصدرت موسكو جوازات سفر روسيا لمواطني أبخازيا منذ عام 2000 وللتسهيل سفرهم دوليا